خدمة الزائرين وسلامتهم هو الهدف الذي تصف إليه العتبات المقدسة لا سيما العتبة العباسية المقدسة إذا شرع الشعب الشؤون الطبية فيها إلى إقامة حملة ميدانية لغرض إجراء المسحات العشوائية لجموع الزائرين الوافدين على العتبات المطهرة في كربلاء جاء ذلك بالتعاون مع الملاكات الطبية لدائرة الصحة كربلاء المقدسة تقييم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع دائرة الصحة كربلاء مخيم لفحص الزائرين وللكشف عن فيروس كورونا ولدينا 5000 مسحة لغرض الكشف عن هذا الفيروس اللعين وتم فحص الزائرين النتيجة تظهر خلال دقيقة واحدة جاي ناخذ رابط TSA, AGG و AGM العامة للزوار بشكل عام نعرف نسبة المصابين والمصابين ندخلهم للمركز يعني نقدم لهم نصائح وأيضا نسوي لهم مسحات بي سي آر وإن شاء الله الصحة والشفاء العاجل للجميع الحملة التي جاءت بعنوان سلامة الزائرين كانت للكشف عن فيروس كورونا المستجد الذي اشتاح العالم من خلال إجراء المسحات السريعة في ثلاثة محاور مركزية يتنفق منها الزائرون لدخول المدينة وأداء الزيارة نشكر دار الصحة كربلا نشكر العتبة العباسية المقدسة ونشكر طبابة العتبة العباسية المقدسة على هذه الجود المبذولة لغرض فحص فيروس كورونا للزائرين والوافدين ونشكر جميع الكوادر الطبية المساهمة في هذا العمل إجراءات وقائية جيدة من قبل المختصين يقابلها وعي وحرص شديد من قبل المواطنين والزائرين للحفاظ على أمن وسلامة مدينة الإمام الحسين عليه السلام من شرور فيروس كورونا القاتل ترجمة نانسي قنقر